ملتقى الاستدامة المائية للشباب والأنشطة التي تتضمنها الحملة الوطنية مياه مستدامة والتي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة تحت شعار لكل قطر قصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يهدف من خلال الملتقى إلى توفير مساحة نقاشية وتوعوية تجمع بين المختصين والمسؤولين في مجال التنمية المستدامة وشريحة الشباب التي يعاول عليها الوطن بالكثير من الأمال في مواصلة العمل على ما تحقق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ملتقى الاستدامة المائية للشباب جاء من ضمن البرامج والأنشطة التي نظمها الحملة حملة مياه مستدامة تحت شعار لكل قطر قصة طبعا من أهداف هذه الملتقى هو إشراق الشباب في ابتكار حلول وأفكار يديدة في حفاظ على الموارد المائية الطبيعية الموجودة في البحرين وأيضا يعادة استخدام المياه الرمادية وابتكار حلول يديدة فيما يخص هذا الموضوع وانتمنى هذا الملتقى يكون فرصة في دعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشكر قائمين على الملتقى المستدامة المائية اللي يتاح لنا الفرصة أن نحن نتعرف على المشاريع القائمة لتطوير الاستدامة المائية في المملكة البحرين ومشاريعها في المستقبل والأيام القادمة إن شاء الله أمسجلت في ملتقى مياه مستدامة بسبب المعلومات والإحصائيات اللي بتندكر حسيتها بتفيدني من ناحية مشروع التخرج اللي يتكلم عن المياه الجوفية حسيت أنني بستفيد من ناحية شنو بعرف الخطط والاستراتيجيات اللي الحكومة بتاخذها للإدارة المياه بشكل أفضل